مستشار رئيس الوزراء الإشهون الأمنية دكتور حسين علاوي مرحبا بك دكتور على شاشة التغيير وبداية حياك الله دوما مكانة الدعوات تشير من قبل جميع الحكومات العراقية المتعاقبة واخرها حكومة السوداني إلى إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية أو حتى الدولية هل أصبح اليوم باعتقادك العراق ساحة لهذه الصراعات تتجدد وتتعمق أكثر ويصبح بين فكي كماشة هذه الفصائل المنفلتة السلاح وما بين الولايات المتحدة وقصفها لمواقع هذه الفصائل مساء الخير عليكم مساء الخير على المشاهدين الكرام أكيد سيد رئيس وزراء الصادر محمد الشاعر السوداني إن يسمح من زلاق العراق مرة أخرى بعد أن زلق خلال السنوات الماضية في صراعات وحروب طويلة الأمد وهذا ما خلف حقيقة ضحايا وخلف كذلك بالمقابل تحديات اجتماعية وتحديات في البنى التحتية والاقتصاد وعدم وجود فرص العمل وكذلك خلق بيئة اقتصادية صعبة ولذلك سيد رئيس وزراء الصادر محمد الشاعر السوداني قد عمله خلال الفترة الماضية حقيقة وبعد مرور عام على عمر الحكومة العراقية كان الوضع مستقر بصورة تامة لكن عكاسات أزمة غزة على الأراضي العراقية واضح جدا أن لها تأثير وبالتالي هذا التأثير استخدم حقيقة في طار جر الأرث السابق إلى الواقع الحالي ولكن سيد رئيس وزراء عمله من خلال الحكومة العراقية من خلال وزارة الخارجية من خلال قيادة العملات المشتركة من خلال وزارات الأمنية والأجزة الاستخبارية على تحييد هذه الهجمات على الأراضي العراقية وتقليل تأثيرها وكذلك بالمقابل السيطرة عليها وإدانة كذلك الهجمات التي تأتي من قبل الجانب الأمريكي باتجاه منفرد تجاه مواقع عسكرية تتجه نحو بإرس سابق لمشاكل وتحديات جرى لها العراق حقيقة مؤثرت في العراق وكذلك بالمقابل تعرض القواعد العسكرية العراقية تحتضن بعثات استشارية من الجانب الأمريكي وكذلك من الجانب التحالف الدولي لاحظنا أن الحكومة العراقية قد عملت عمل حديث جدا لعملية التحييد والسيطرة وتخفيض هذا التصعيد ولذلك الآن السيد رئيس وزراء يعمل مع القوى السياسية العراقية ويعمل كذلك مع القوى البرلمانية على إيقاف عملية هذا الانزلاق وكذلك السيطرة عليه وبالإضافة إلى مواجهة هذا التحدي من خلال مسارات متعددة إن كان الحوار السياسي إن كان كذلك الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية وما جرى خلال الأشهر الماضية والاتصالات الاستراتيجية التي قادها سيد رئيس وزراء مع الرئيس بايدن وكذلك بالمقابل وزير الخارجية ووزير الدفاع الأمريكي وغيرهم حقيقة من الشخصيات الأمريكية التي زارت العراق فبالتالي هناك الآن عملية إنه تخفيض لهذا التأثير والسيطرة عليه من خلال مسارات متعددة تقدمها المسار السياسي والمسار الدبلو مواسف أجدد تحية بك ثانية دكتور علاوي أود الحصول من حضرتك على تعقيب فيما يتعلق بالتصريحات الأمريكية المتشابهة إذا كانت من قبل السفيرة الأمريكية من قبل لويد أوستن وزير الدفاع من قبل جون كيربي وزير الخارجية فيما يتعلق بأن واشنطن سترد مباشرة على حماية قواعدها في العراق إن عجزت السلطات العراقية عن حماية مستشاريها وماذا لو فعلا أخطت هذه الخطوة واشنطن كيف تتصرف الحكومة العراقية مستقبلا يعني أولا أنه لا يوجد أنها كقواعد عسكرية دولية كانت لجانب الأمريكية ولجانب التحالف الدولي أو غير حقيقة من القوات الاستشارية التي تعمل هنا في العراق وهي قوات تدريبية تعمل على بناء قدرات القوات المسلحة من شيء وبعملية متابعة قدرات وإمكانيات القوات المسلحة العراقية في محاربة الإرهاب والتي تضائل الإرهاب تضائل كبير جدا من حيث القدرة والبنية والتأثير كذلك بالمقابل التي تجد عزم قواتنا المسلحة العراقية سواء بعد الانتصار على داعش في الموصل أو كذلك بالمقابل عملية فرض القانون وكذلك متابعة فلول التنظيم الإرهابي داعش من المحليين وهذا بالتالي ما يعني أن القوات المسلحة العراقية هي قادرة على حماية الأمن القومي وحماية الأمن الوطني وكذلك بالمقابل علاقتنا الدفاعية سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع التحالف الدولي هي مستمرة ولكن الآن محددة وفقا لسياقات الحوار الذي تجريه الحكومة العراقية مع الجانب الأمريكي وكذلك حوار يجرى مع التحالف الدولي وكذلك بالمقابل طبيعة المهام التي حددت في إطار بناء القدرات وتمكين القوات المسلحة العراقية وهذا ما معناه أن هناك تركيز على الجانب التدريبي لكن هذه التحديات التي نعكست منذ بداية أزمة غزة والحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني على الأراضي العراقية تواجه الحكومة بمسارات سياسية ودبلوماسية وبمسارات كذلك من خلال عزم القوى السياسية العراقية للعمل سوية مع الحكومة العراقية في تخفيض هذه الآثار على الساحة العراقية وهذا بالتالي ما تعمل عليه الحكومة العراقية في هذا المسار نعم طيب دكتور تحدثت عن أن الحكومة العراقية حكومة السوداني بشكل خاص تعمل من خلال مسارات سياسية ودبلوماسية حرب غزة قاربت على ثمانين يوم أو أكثر من ثمانين يوما يبدو أن هذه المسارات لم تنجح لغاية هذه اللحظة ألا يجعل ذلك استمرار هذه الهجمات ضد القوات أو القواعد العراقية التي تتضمن قوات للتحالف الدولي ومستشارين أجارب تجعل العراق في موقف حرج تحديدا مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني عندما تجتمع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بالسفيرات هائلين ورومانوسكي مع الحكومة العراقية ماذا تقولون للسفيرات الأمريكية التي تمثل الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص استهداف لجنودها المتواجدين في القواعد العراقية العسكرية هو ما أشار إليه سيد رئيس وزراء صالح محمد الشعاع السوداني في العديد من المرات وخصوصا البيان الذي اليوم صدر حقيقة أن الحكومة العراقية متزمة بحماية البعثات الدبلوماسية ومواجهة هذه التهديدات والتحديات التي تواجه القواعد العسكرية العراقية تحتضن المستشارين وبالتالي هؤلاء هم جزء من التزام الحكومة العراقية والدولة العراقية ولذلك السيد رئيس وزراء يعقد اجتماعات متعددة مع القوى السياسية العراقية من أجل صناعة جماع حقيقي تجاه المصلحة الوطنية العراقية في هذا المجال وعدم إعطاء فرصة لأي طرف حقيقة لكي يستثمر أو يستغل عملية تهديد المصالح الوطنية العراقية والاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني وهذا بالتالي ما شاهدنا سواء من حيث حركة المشاريع حركة الحياة الحامة وحركة كذلك أجهزة الدولة باتجاه عملية تطوير قطاعات الاقتصاد التي ينتظرها الشباب وينتظرها كذلك المجتمع من أجل نقل المرحلة الحالية بعد أن عانينا من زاوية الأمن التي كانت تحدي على مدى العشرين سنة ننتقل الآن إلى مسار التنمية وإلى مسار التنمية الشاملة ولذلك لا يمكن أن نعود مرة أخرى إلى عملية جر الأرث الماضي إلى واقعنا الحالي لأنه المجتمع العراقي تواق إلى الازدهار الاقتصادي تواق كذلك بالمقابل إلى أن يعيش مرحلة استقرار طويلة الأمن وكذلك بالمقابل ينخرط في إطار مواجهة هذه التحديات عبر قواه السياسية الممثلة فيها البرلمان وهذا ما تعمل مع الحكومة العراقية ومع السلطات التنفيذية والتشريعية من أجل عدم الذهاب بالبلد حقيقة إلى تحديات كبيرة من جهة ومواجهة هذه التحديات التي ظهرت ما بعدها أزمة غزة والتي تحتاج إلى تفكيك حقيقي من خلال حوار صريح وهذا ما يعمل عليه سيد رئيس وزراء مع قوة إدارة الدولة وإطار التنسيقي وكذلك القوة البرلمانية داخل البرلمان العراق نعم دكتور نستمر وجود حضرتك معنا اليوم ونتحدث عن حادثة مقتل الصيادين الكويتي والسعودي في صلاح الدين هذه الحادثة ما هي المعلومات الدقيقة التي تحملها؟ يعني أكيد هي حادثة أليمة وحادثة عملة الحكومة العراقية برئاسة الأستاذ محمد شيع السوداني وإشرافه المباشر حقيقة على الأجهزة الاستخبارية في عملية التحقيق والبحث والتحري عن الجثامين الخاصة بالمواطنين السعودي والكويتي وكذلك بالمقابل لأنه عمل وزارة الخارجية مع الأجهزة الأمنية كان عمل حتيث للوصول إلى تفكيك هذه الظاهرة وكذلك بالمقابل السياقات الإدارية والقانونية المعمول بها حقيقة في الجهاز الحكومي لعملية إعطاء الرخص الخاصة بالصيادين يجب أن يكون هناك التزام عالي بها من قبل ضيوف العراق من الصيادين والسياح وغيرها حقيقة وهذا بالتالي ما يجعل كذلك القوات الأمنية وعملية التنسيق لاستحابهم وحمايتهم يجب أن يكون ضروري في كل رحلة خاصة لهكذا مسار سياحي في منطقة قد تكون سابقا حرجة والآن هناك عملية أنه فرض القانون فيها وبالتالي هذا المسار حقيقة يجب أن يعطينا درسا أساسيا من أننا نحتاج إلى عملية التوعية نحتاج إلى عملية التثقيف بالقوانين والأنظمة والتعليمات والمسارات الإدارية من أجل عدم إحداث هكذا حالة مرة أخرى وكذلك بالمقابل مواجهة هذه الظاهرة من خلال إصلاح مؤسسي وعمل توعوي وكذلك بالمقابل عمل نواجه بهم هؤلاء الإرهابيين الذين طرعا تطاردهم قواتنا المسلحة والذين ما زالوا يمثلون تحدي ولكن هذا التحدي قد انخفض انخفاض كبير لكنه يبقى تهديد في بيئة العمليات وهذا بالتالي ما يتطلب استمرارنا في مواجهة التنظيم الإرهابي وفلول المحليين الذين لم يبقى منهم إلا المئات القليلة على الأراضي العراقية والذين تطاردهم القوات الأمنية العراقية في كل يوم نعم نود أن نشكرك على انضمامك معنا دكتور حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية شكرا جزيلا لجنبكم الكريم